طيب برضو في جملة الهجوم على الاهلي والادعاء سمحوا في بعض البرامج الموجهة للإقاع بين جماهير النادي الاهلي ونجم كبير وكابتانه واحد من نجوم الاهلي التقال الكابتن حسام غالي إلى درجة أنه وجهوا الجماهير بالتأثير عليها على كابتن حسام غالي وتقال أنه سبب مشايان بيتسو موسماني حسام غالي وأنه في خلاف شديد وأن حسام غالي صمم يختروا حاجة ويصدقوها فضلوا يكرروا لغاية لما صدقوها ولما صدقوها طلع الكابتن الخطيب يحكي لهم هو ليه موسماني رحل الحياة دي لأول مرة تظهر في كلام الكابتن الخطيب نشوفه مين اللي مشى موسماني مجادرة مدير فني في وسط الموسم دي برضو من الأمور كوتش بيتسو موسماني رجل يعني بالأرقام وبالتاريخ حقق حاجات كويسة جدا مين بقى اللي عام رايح حملة في الهجوم الهجوم الضاري اللي عليه عشان كنه أحكي لكم حاجة صغيرة كان فيه حاجة تابعة الاتحاد الدولي في المغرب وكان راجع الساعة عشر بالليل من التارة توصل عشر بالليل قابلت أنا والأستاذ ياسين منصور الساعة 11 ونص بالليل وقلنا له احنا في فترة جاية في الموسم حللنا معاه كل ما قلت لكم ده وعارفين انه فيه حاجات كتير حتى لو هناك أخطاء فنية لكن ده طبيعي ده فكور ده كورة حدش معصوم يعني كلمنا معاه وقلنا له إيه الدعم اللي انت عايزه علشان الفترة الجاية ننهيها لأن الفترة حاسمة في عمر المسابق ميستر او الكوتش بيتس المسلماني فجئنا انه صحيا ونفسيا مش قادر يكمل تعالك من الزمنة مفاجأة ومع ذلك ادينا 24 ساعة انه لفكر لو سمحت لان احنا محتاجينك وفي نفس الوقت احنا اي دعم لك موجود فخدر الوقت الراجل فكره بس هو فعلا كان واضح انه هو صحيا بس اكثر منه نفسيا مش قادر فجيب بعد 24 ساعة اعتصر ولي تاريخه معانا احنا امور انتهى الهدوء ده برضو موضوعك كنت عايزة اقول له حراكة عم عليه عشان برضو ناس تناولته باكتر من رؤية اللي هما الناس دايما شايفين ان احنا زيان نوجد مشكلة جوان نادل اهل اين حسام غالي واين حواره واين انا استرزالوا مستر موشيماني على فكرة لدرجة ان الجمهور يهاجم الكابتن حسام قبل المباريات من كتر ما الالحاح حط موضوع كان نوع حقيق لذلك بنقول لكم تنبهوا يا جماهير الالي تنبهوا لما يحدث وحك للالي انما احنا هنا برضو لما احنا الندير قابط مستر موشيماني على فكرة لو انت قبل حتى كان لوتويتات تفهم منها كان يقول لك ايه ايه الجمهور مش عايز يخسر ابدا ده اه بدا يحس بالضغط ايه بالعب كنا فكرينها نوع من الدهشة هو ابنك لكن لكن اتضح انها نوع من الاستنكار ما كانتش دهشة وبس صحيح يعني انا مستغرب ومستنكر هو في ايه طيب جمهور الاهلي عرف الحقيقة هديكوا سمعتوه اللي جاي قضية مهمة جدا وقضية فيها كتير من المزايدات وفيها كتير من الاتهامات واصعب شيء واقصى شيء على النادي الاهلي انك تتهمه في دور الوطن انك تتهم نادي نشأ في الاصل خدمة وطن نشأ في الاصل لاهداف وطنية اسسه القائمون على الحركة الوطنية مطلع القرن اللي فات وفضل النادي الاهلي حتى اللحظة وهيبقى ان شاء الله المعبر الصادق عن قضايا وطنه والداعم الامين لمصر والحريص دايما على صورة ومكانة وقيمة مصر دي مسألة مش عايزة مزايدات لكن بتشهد مزايدات وكأنه تمثيل مصر بالكلام مش بالحرص ولا بالبطولات ولا بالصورة المحترمة ولا بالتمثيل المشرف ولا بالصورة اللائقة لمصر أستاذ إفرهيم الحزبة بسيطة جدا هو الاهلي 70% من جمهوره كورا مصري أي خلاص أي يعني حاجة و60% أو حاجة و50% من الشعب المصري طيب لما يكون الشعب المصري كله رغم كل الأحداث ساخنة مختنع واقف وراء قيادته فرز بقى ابعد الأهلوية من الليلة دي مش هتلاقي 70% هم 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 الأهلوية الكتلة هم كتلة داخل الشعب المصري هم المقتنعين بهذا البلد هم المؤازرين لكل ما يحدث هم السياجة التي يحميها من مؤامرة الداخل والخارج والذين يقفزونا على الأزمات عشان متصورين إن الزمن يرجع بيهم ولن يحدث هم جزء من الشعب المصري كبير جدا والأصيل جدا والدعم جدا لبلده أهلوية احنا وراء بلدنا واللي يقول غير كده ده بيزايد وعايت بس إيه يلاقي له أي خرم يهجم النادي الأهلي بما ليس فيه وربما هو فيه هو بالفعل فيه والفيديوهات موجودة والدلائل موجودة والوقاعة موجودة لكن كابتن الخطيب كان شديد الوضوح في التأكيد على وطنية النادي الأهلي وقبل ما نهي كلامي برضو حتة مهمة جدا شاكس حد ينسى إن النادي الأهلي نشأته 1907 نشأة وطنية أساسها الوطنية ومش هنسمع لحد أبدا يزايد على وطنية الأهلي وإدارته وجماهيره وحيبقى الأهلي بإذن الله داعم لكل مؤسسات الدولة وداعم لقيادات الدولة وقيادة السياسية ما حدش يزايد على الأهلي وخلوا الإعلام والإعلام ما تدوش فرص لحد يزايد ما حدش يزايد على وطنية الأهلي والتفافه حول قيادته ودعمه الكامل لبلده ولقيادته وأنا بقى عايز أحذر من نقطة أوعوا حد يستدرككم بدعوة حب النادي الأهلي إلى ما يريده يعني في عدم حب هذا البلد هذا حب ظاهري اللي يحب الأهلي هيحبه مصر قولاً وحداً أي حد هيفرق بين دي و دي لا بيحب الأهلي ولا بيحب البلد